سياسة البنك المركزي في عملية التحويلات الخارجية كما أعلن أنه يعتمد على مجموعة من العملات الدرهم الإماراتي اليورو الليرا التركية والربية الهندية أنا أعرف أن العراق عند احتياط 120 مليار دولار ما هي احتياطيات العراق من هذه العملات التي يمكن أن تكفيه لسداد الطلب على طلبات التجار وتحويلها خارجيا ما نعرف ماذا قد عدنا درهم ماذا قد عدنا يورو ومن أين ستوفر هذه الاحتياطيات هذا سؤال لي لا دكتور داود دكتور داود نعم العفو طبعا هي هذه وسيلة لغرض تقليل الضغط على الدولار من خلال الدرهم الإماراتي لغرض تمويل التجارة الخارجية جاية من الإمارات ومن الإمارات رح يتحول الدرهم إلى دولار ويستورد هذه حلقة أنا اعتبرها زائدة ولكن البنك المركز يريد يبحث عن حلول وضحها أكثر دكتور يعني نحن نود دولار للإمارات نشتري بيدرهم مثلا احتياج أين غادي دولار للإمارات ومنطي درهم للمستورد المستورد رح يجيب البضاعة الإمارات ليس دولة مصنعة دولة كلنا نعرف جبل علي هو يعني مركز تجاري عالمي لا دي سوى نهاد دولار يا دكتور داود سوى نهاد دولار طلع مرتف ثانية يعني أول وتالي رح ننطي دولار مقابيل الدرهم ورح ننطي للمستورد درهم على مودي استورد من البضاعة طبعا هذا دعم اقتصاد دولة أخرى من خلال التجارة هذا عاني طبعا أعتقد أكو بي ملاحظات ويراد له يعني دراسة أكثر لأن انت تجد تدعم اقتصاد دولة مقابل ماذا لازم أن أخذ مكاسب مقابيله وكذلك الربية وكذلك الليرا التركية وإلى آخره عاني من دعفتح السوق لدول محددة من خلال السياسة النقدية هذا ما المفروض يطلع ببلاش ولكن عدم إدراكنا لأهمية هذا القرار الاقتصادي اللي يحين عكس على اقتصاد تلك الدول هو المفروض يناقش وهذا بتركيا عندك وياهم مشكلة مياه لازم يتعالجها من خلال دعم استيراداتك من خلال الليرا التركية وكذلك الإمارات وغيرها الثاني والدة دخلها بموضوع سياسي ولكن هذا المفروض ما يونح مجانا هاي النقطة خطيرة جدا أريد الناس تفتهمها ولد السياسين أيضا ينتبولها يعني أنا أود دولار أصرف بالإمارات احنا بالأخير رح ندفع دولار زين الإمارات احنا شتستفاد بالأخير رح ندفع دولار احنا شتستفاد وين فائدتنا بهذا أنا المفروض هو يريد يعالج مشكلة هو يريد يعالج مشكلة لأنه يوجد ضغط على الدولار دولار ما متوفر عنده كاش يقدر يوفر درهم الدرهم من خلاله رح يوصل إلى الدولار يعني هو ده يحالج مشكلة إذا يخلق حلقة زيادة في سبيل أنه يقلل الضغط على الدولار بس هي بالأخير كلها لأن النظام المصرفي في الإمارات ومسيطر عليه ومحكم أنه الدولار رح يروح للمستورد تقول أنه هذه التحولات لجلب سلات عملات أخرى سيخدم اقتصاديات هذه الدول أكثر مما يخدم اقتصادياتنا وبالتالي أنا أناقش معكم هذه القصة حتى ينتبه السادة المسؤولين لذلك أنا أريد أسألك سؤال آخر بالقصة التي أنت تتحدث بها الآن الصيرفات المجازة من الدولة في المرحلة اللاحقة هل ستسحب إجازاتها ما هي الوظائف التي تؤديها هل يسمح لها ببيع الدولار المواطن الدولار المين يأخذ حسنا المواطن مو تاجر يحول مليونين وثلاث ملايين دولار نعم سبق 2023 سمحت إجازة اللغة سمحت إجازة انسحبت سمحت أن بنك تحاقب هذه كلها بضغوطات حكومية البنك المصرفي هي هذه واجباتها بدون الضغط الحكومي من صارت الضغط الحكومي وبدأت تتكشف الأمور اللي كانت مغطات بالسياسات السابقة للبنك المركزي بدأ البنك المركزي ينحرج أمام الحكومة ويتخذ إجراءات حقابية ورادعة ولكن محجود اشتركوا في القناة